هدوء النسبي الحذر يخيم على أجواء ملف الشرق المتوسط بانتظار حوار تركي يوناني ودعوات من أنقرة ملحة لفتح قنوات التواصل مع القاهرة وبالرغم من أجواء الحوار المرتقبة لا ثقة أوروبية بسلوك أنقرة خصوصا من الدول القريبة مثل قبرص واليونان فهل تضع القمة الأوروبية المؤجلة والعقوبات المفترضة وضغط الحاصل دوليا على أنقرة هل تضع حدا للطموح التركي؟ ولماذا يتأخر الأوروبيون في الحسم؟ معنا من باريس أستاذ الفلسفة السياسية دكتور خلدون النبواني أهلا وسهلا بك دكتور خلدون تابعنا اليوم في كلمات المسؤولين أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة رئيس الوزراء اليوناني اتهم تركيا باستمرار الاستفزاز في شرق المتوسط والتصعيد في أكثر من ملف مفروض أنه هدأت الأمور مفروض أنه يتجه إلى الحوار فلماذا برأيك هذه الاتهمات اليوم؟ يبدو أنه دكتور كمال لا يسمعنا على كلنا سنحاول العودة إليه قريبا جدا حالما يجهز دكتور خلدون النبواني نقرأ هذا الخبر عن تصريحات رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس متسو تاكس التي أشرت إليها قبل قليل حيث يقول وضعنا الثقة والحوار في قلب مبادئنا وسياستنا الخارجية تركيا ردت بالتصعيد والاستفزاز كما قال اليوم وعندما اخترنا الحوار تركيا اختارت في المقابل طريق التعدي وهنا نتابع هذه التصريحات إذن نعود ربما إلى ضيفي سأعود إلى ضيفي الآن من باريس أستاذ الفلسفة السياسية دكتور خلدون النبواني دكتور خلدون هل تسمعني الآن؟ نعم أسمعك بشكل وضعي مساء الخير مساء النور كنت أشرت قبل قليل إلى كلمات رئيس الوزراء اليوناني أمام الجمعية العام للأمم المتحدة وكان فيها اتهامات لتركيا برأيك رغم أجواء الهدوء وأنه في مفروض مفاوضات أولا عسكرية بين تركيا واليونان ثم ستفضي إلى مفاوضات سياسية وحل حلة مع الاتحاد الأوروبي هل ما زالت الشكوك الأوروبية والاتهامات الأوروبية مستمرة وموجودة تجاه تركيا؟ لا شك في ذلك وكلمة اليونان اليوم واضحة في هذا الصدد هناك شكوك هناك عدم ثقة واضحة بحكومة أردوغان في هذا الملف ولكن أيضا بملفات سابقة أدت إلى مثل هذه الزعزع وبخاصة أن الموقف التركي إلى الآن غير واضح وهذا ما دعا ماكرون إلى طلب من الرئيس أردوغان بعدم تقديم مواقف غامضة أو غير واضحة هناك حاجة إلى الوضوح من الطرف الآخر حتى يثق به الطرف الأوروبي وبالتالي مثلا كان كلام أردوغان عن سحب سفينة التنقيب وبحجة الصيانة ثم إعادتها لم يجعل الأوروبيين مطمئني القلوب وبالتالي كان هذه المناورة السياسية قُبلت بمناورة سياسية أخرى وهي تأجيل الاجتماع الأوروبي للحسن في موضوع العقوبات الأوروبية على تركيا وبالتالي هناك عدم ثقة واضحة من الجانب الأوروبي بالمواقف التركية وفي جدية تركيا بعدم المناورة من أجل تحقيق بعض المكاسب أو عدم الالتزان بالدعوة إلى الحوار ضمن هذا الإطار في اليوم مواقع تركية تنسب لمصادر في الإليزي أنه عندما اتصل أردوغان بماكرون هاتفيا طلب منه شراء أسلحة أوروبية منظومة دفاع جوية كتلك يعني تعادل تقريبا الأس 400 الروسية وروسيا كانت وضعت فيتو على هذا الأمر طلب أردوغان من ماكرون رفع الفيتو فماكرون قال له وضح موقفك أولا أنت مع من؟ مع روسيا ولا؟ هل هذا يزيد الشك في أردوغان؟ أم محاولة لاسترداء الاتحاد الأوروبي والقول بأنه يريد العودة إلى الغرب مجددا؟ ما رأيك؟ يعني مهما كان موقفنا من أردوغان إلا أنه لعب شطرنج كما لعب شطرنج على المستوى الدولي أقصد في السياسة كما وصفه ترامب يعني هو بشكل أو بآخر يجيد لعب وأحيانا يقامر ويغامر وهذا لا يأتي دائما لصالحي هو يجيد مغازلة هذا الطرف أو ذاك تهديئة هذا الطرف أو ذاك ورأيناه كيف مثلا لعب على الأمور ما بين أو التوتر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا اشترى رغم كل رفض الحليف الأمريكي له الولايات المتحدة الأمريكية اشترى صواريخ S400 وهذا مخالف أصلا لمبادئ حلف شمال الأطلسية التي قامت بالأساس ضد روسيا وبالتالي هو دائما يلعب على مثل هذه الحبال ولا أستبعد أبدا بأن هناك الاتصال الهاتف استمر ساعة وكان حامل بشكل أو بآخر ولكنه أيضا كان يحمل لغة السياسة هناك ديكان أيضا ماكرون مستفيد من الأزمة الأوروبية بس دكتور خلدون اسمح لي 16 طائرة إلى اليومنان ما قصدته هنا أنه في الاتصال عندما يعرض أردوغان شيء مثل شراء أسلحة أوروبية فرنسية هذه قمة التقارب مع أوروبا ويكون قبلها بيومين أشار إلى أنه احتمال أن يجر روسيا إلى ملف شرق المتوسط يعني بين قسيم باللغة العامية يعني يجيب الدبلة كربو يعني روسيا يأتي بها إلى حضن في مركز الناتو هل يعطي هذا أي ثقة بحديثه يعني هل هذا شطرنج أو دومينو يعني شطرنج أو لعبة العصى والجزرة هناك إغراءات وهناك تهديدات يعني يقوم بها بشكل أو بآخر ولكن أردوغان دعنا نتذكر أنه الآن يجد نفسه يعني وحيدا هو يحاول مغازلة القاهرة يحاول مغازلة باريس يحاول اللعب على عدة حبال ولكنه وجد نفسه وحيدا خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية التي وقفت معه كثيرا في عدة ملفات خاصة في الملف الليبي على سبيل المثال ضد فرنسا حينما طالبت فرنسا بالتحقيق في حادثة تهديد الفرقاطة الفرنسية في حملة إيرني يعني منع وصول السلاح إلى الأطراف الليبية حلف شمال أطلسي بضغط أمريكي منع مثل هذا التحقيق ومنع فرنسا ولكن الآن أمريكا تخلت عنه بشكل أو بآخر هي تريد التهديئة هي ذهبت إلى قبرص والآن الأسبوع القادم سيكون رئيس الوزير الخارجية في اليونان ويطلب من تركيا التهديئة بشكل واضح وحازم سؤال أخير لو سمحت لي دكتور بروما باختصار هنا أيضا قبرص واليونان يعني لاعب يشطرنج قبرص هنا تعرقل داخل الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على بيلاروسيا الموقف مثلا من روسيا من الشرق واضح أنه أيضا هناك أوراق تملكها قبرص وأوراق أخرى للضغط تملكها اليونان داخل الاتحاد الأوروبي أليس كذلك؟ نعم دون شك وبالتالي لا يمكن الحديث دائما عن سياسة واحدة أن مثلا الولايات المتحدة مع تركيا أو اليونان لا هي في هذا الملف معها وضده في ملف آخر أو تقوم بإلعب أدوار مختلفة وهذه هي السياسة إذن هناك أوراق كما ذكرنا ليست ورقة واحدة وبالتالي عمليات الشد والجذب ومحاولة التواصل مع هذا الطرف دون آخر هي موجودة والاتحاد الأوروبي ليس واحد وهذا ما حاول أردوغان أن يقوم بلعبه في عدة ملفات في الملف الليبي كان هناك مغازلة لإيطاليا لإبعادها عن فرنسا أو لإبعاد اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي موحد فشل في ذلك في الملف الليبي فشل في ذلك بشكل أساسي في الصراع الآن على الغاز والنفط في الشرق المتوسط وبالتالي هناك ملفات كبرى كثيرة أوراق كثيرة الاتحاد الأوروبي ليس واحدا تجمعهم مصالح في ملف معين ويختلف في ملفات أخرى لاحظنا الانقسامات الكبيرة ضمن الاتحاد الأوروبي في ملف كورونا وكيف أن هناك دول من الاتحاد الأوروبي صادرت سفن وطائرات فيها ماسكات كمامات وفيها أدوية وهذه الأشياء إذن هناك أوراق كثيرة لا يوجد موقف واحد في كل الملفات وبالتالي أردوغان يجيد اللعب في هذه الأطراف ولكنه ليس وحيدا كما تفضلت أيضا قبرص لديها من يجيد للعب واليونان وبخاصة فرنسا الآن مع ماكرون هناك لعبة شطرانش كبيرة على الساحب الولية يتجذبها مجموعة من الأطراف شكرا جزيلا لضيفنا من باريس أستاذ الفلسفة السياسية دكتور خلدون النبواني ترجمة نانسي قنقر